في التطبيقات المنتشرة وبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي بوسي هو أنا عايزين بس نتفق الأول إن لازم نبقى إحنا متفقين على مبدأ واحد وإحنا مش هنغيره الصيدلية هي المكان الوحيد المسموح له ببيع الدوة أكيد والصيدلية هو المكان الوحيد الآمن على صحة المرض أن تأخذ منه الدوة كويس؟ فده المبدأ اللي إحنا لازم نتكلم أحيانا بيحصل تطورات والتطورات دي بتخلينا نتعامل بشكل مخالف عن القواعد اللي إحنا تعودنا عليه مؤخرا طبعا بدأت تظهر حاجات وتطورات خلت الدوة بقى موجودة في أماكن تانية غير الصيدلية فتعالي كده نعرف إحنا إيه مصادر الدوة غير الصيدلية أو مشاكل كل مصدر منه تفضل يعني مصادر الغش الدوائي بالزبط كده يعني هي المصادر الأخرى دي فتحت باب للغش الدوائي إحنا الصيدلية مكان آمن مكان بيبقى خاضع للتفتيش والرقابة من هيئة الدوة وبالتالي أنا علبة الدوة اللي بدخل أجيبها من الصيدلية أنا واثق إن تفتش عليها وترقبت والباتش دي لما طلقت من المصنع اتخذ منها عينات وتحللت فأنا واخد دوة مضمون 100% والصيدلية مفتوحة للتفتيش في أي وقت فأنا مقدرش حط جوة الصيدلية دوة مغشوش لإن ساعتها هخضع للرقابة والتفتيش وبالتالي هيبقى علي مسئولية لكن إيه اللي حصل بعد كده بقى ده الجديد اللي حصل إن في مصادر أخرى بدأت تظهر لبيع الدوة زي إيه واحد قنوات تلفزيونية ألاقي قنوات تلفزيونية 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بتتكلم عن أدوية غريبة وحاجات ما عرفش إيه مصدرها كويس وكمان بقى بيقولك إن الدوة ده بيعالج كل حاجة في الدنيا والكريم ده بيعالج اللي إحنا محدش عارف يعالجه وبنعالج بالكركمين وبنعالج بالجنزبيل وبنعالج مش عارف بالنانوسيربي حاجات بقى غريبة جدا برضو يعني بيكون فيه رقم لو حد عايز يطلب الدوة ده طبعا وفيه رقم الناس بتتصل بقى إحنا هنا أنا بسمي بقى قنوات تلفزيونية بين قصين بيع الوهم ده غش ممكن يكون مش غش جوة العلبة لكن غش في المعلومة العلمية اللي بتروح للناس يعني أنا إنت عندك مشاكل في المفاصلك إحنا بنبيع لك الكركمين ده بيعالج كل أنواع المفاصل يعني حتى إنت مش محتاج تعمل عملية تغيير مفاصل خد بس قلبة الكركمين دي وإنت هتبقى كويس وطبعا الناس غلابة ويبقى عندهم أمل وبيتشبسوا بأي أمل وحاجات بتتبيع بألاف الجنيهات وطبعا كلها بتطلح حاجات فيك وحاجات ده بقى غش معلوماتي غش للمعلومة اللي رايحة للمريد يعني أنا أعرف حد من أصدقائي هو يعني مدير في شركة أدوية كبيرة قوي يعني والدته تفرجت قبل كده على قناة من القنوات دي قالت له أنا عايزة روح للدكتور ده أجيب الدوة ده يا ماما ده ما بيجيبش نتيج قالت له هو ده الحل الوحيد وفعلا راحت ودفعت ألاف الجنيهات وخدت الأدوية دي وكلها حاجات فيك ما جيبتش نتيجة فده أول مصدر للأدوية المخشوشة وهي غش المعلومات تاني مصدر هو المواقع والصفحات اللي موجودة على الفيسبوك المواقع والصفحات اللي موجودة على الفيسبوك والحاجات دي دي بتبيع أدوية غير خضعة للرقابة حضرتك بيقول لي كان عندي المكمل الغذائي الفلاني الفيتامين الفلاني علبة الدوة الفلانية لو عايزها في أي وقت تعالي خديها هنفيش مشكلة تصل وإحنا هنبعثها لك الدوة ده موجود فين؟ ما نعرفش المخزن اللي موجود في الدوة ده خضع لرقابة مين؟ ما نعرفش جاي من أنهي شركة أدوية؟ ما نعرفش جاي من مصر ولا من برى مصر؟ ما نعرفش بيتكتب أنه هو جاي من أمريكا هو ممكن يكون جاي من السنبلوين جانبنا ما نعرفش ده بيحصل فعليا يعني ياما اتمسك مخازن في القرى المصرية وبتكتب على علبة الدوة مصنوعة في ألمانيا ومصنوعة في أمريكا والحاجات دي طبعا ألمانيا وأمريكا لو شافوا علبة الدوة دي يعني هينتحروا يعني فده مدام علبة الدوة مش موجودة في مكان مفتوح للرقابة والتفتيش فهو فرصة أنه يطلع دوة مخشوش وما نعرفش إيه الكونتينت بتاعه اشتركوا في القناة